بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبرك وعظم وعلى صحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفسنا عددًا وسائل الله أما بعد المجلس الرابع عشر في كتاب مختصر الفتوحات المكية المسمى لواتح الأنوار القدسية المنتقى من الفتوحات المكية تأليف الإمام عبد الوهاب أحمر بن علي الشعراني المصري المتوفى سنة 73 وتسعمائة من الإجرى النبوذي الشريفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعضوني أعلم مشيخي وتلمذتي وكراء مصنفاتي وشرحيها في الدرين أمين وكتاب الكتابة المكية لسيدي محيد دين بن العربي الطاهي الحاتم في المجلس السابق بدأنا في الباب الثالث والعشرين في معرفة الأقطاب المصونين وذكر أن هناك أقطاب علويين علويين يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يعلمهم للخلائق يجعلهم لخاصته فلا يعلمون شيء عن الخلائق ولا يعلمون حتى شيء عن نفسه لا يعلمون إلا الله ويسمهم الملامتية اللي هي أعلى مقام في الولاية بعدها على طول النبوة النبوة يجب من الله استفاء يعني علشان واحد يبقى نبي اللي يجب يكون اللي بعده على طول يبقى في هذا المقام العالم ثم وقفنا عند قوله ثم قال ألا تنظرون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح أنه لما أكمل الله الدين على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تبوك أي اشغل نفسك بتنزيه ربك والثناء علي بمواهن يعني لما تأدي مهمتك يا حبيبي تفرغ لي إرجع بقى إيه لأصلك خلقتك لي لتعبدني فأنت حبيبي وكلتك لمهمة أديتها فإذا أديتها فتفرغ لي تفرغ لي تفرغ لي أي اشغل نفسك بتنزيه ربك والثناء عليه بما هو فاقتطعه بهذا الأمر من العالم لما أكمل ما أريد منه من تبليغ رساله وطلب تعالى تعالى بالاستغفار أن يستره عن خلقه في حجاب صوي فاستغفره يعني أطلب سترك عن الخلق حتى تتفرغ للحق مش استغفر من زنب إنما له الزنب لأن الغفر هو الغطاء غفر يعني إيه يعني ستر غفر لغير المعصوم يعني إيه ستره عن موجب العقوبة بعد فعل الزنب لأن المعصوم يعمل الزنب فما يبقى واحد غير المعصوم ويطلب المغفرة يعني أن يستر بين زنبه وبين العقوبة كويس يجي ساتر كده مغفرة طبقه والمعصوم الغفر بالنسباله أن يستر عن فعل المعصية أصلاً يعني يستطر قبل فعل المعصية فلا تخطر على باله فيمت فهنا بيقول له إيه أراد بالاستغفار أن يستره عن خلقه في حجاب صونه لينفرد به دون خلقه دائم فإنه كان في زمان التبليغ والإرشاد شغل بأداء الرسالة فلم يكن له إلا وقت واحد لا يسعوه فيه غير ربي كان ساعات يخطف نفسه في أثناء إيه وظيفته في الرسالة ويطيل السجود لجد ستنا عيشة فظن أنه فارق الحياة ثم يقول لها بعد ذلك إن لي وقت لا يسعني فيه إلا ربي إيه ما كان أحياناً إيه يستريح بهذا الوقت فلما أتم رسالته قال له يا حبيبي ما تفرغ لما تحبك فعود إلي وإيه ولا كرب عليك معك اليوم فلم يكن له إلا وقت واحد لا يسعوه فيه غير ربي وسائر أوقاته كانت فيما أمر به من النظر في أمور الخلق وإن كان عن أمر الحق فإنه ثم شيء أعلى من شيء وقول إنه كان تواباً أي يرجع إليك الحق تعالى رجوعاً مستصحباً لا يكون للخلق عندك فيه دخول بوجه من الوجوه لأن التوبة هي العودة يعني أعود إليك وتعود إلي خالصاً لي كما كنت فهمت هذه توابة فمن جاءة الله إقباله على العبد ومن جاءة العبد إقباله على مولاه فالتوبة هي الرجوع حمومة وهي رجوع الله مقبلاً على عبده ورجوع العبد مريداً ربه فهمت وهذا هو المعنى الحقيقي من هذا الأمر فسبق بحمد ربك واستغفره إنه كان له ده ده معنى الحقيقة طب ومعنى الشريعة استغفره لأمتك لأنك شافع له كويس بل الاستغفار يعود على الأمة ومعاصي الأمة قياماً بحق إيه الشفاعة لهم واضح يبقى الآية لها وجه حقيقة اللي هو بيقوله سيدنا وإنتي ولا وجه شريع عند العلماء تستغفر لإيه تستغفر لأمتك عشان كده بيقول إيه تعرض علي أعملكم وهو في خبرك فإن كانت خيراً حمدت الله وإن كانت شراً استغفرت الله لكم وإيه له استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات استغفر لذنبك أي الذنب الواقع في حقك لأنه لا يصدر منه ذنب فكاف الخطاب هنا مفعول به وليست فاعل لذنبك أي الذنب الذي وقع في حقك لما تقول أنا اغفر لي ذنبي إيبقى أنت قمت بالذنب إيبقى أني رفت المصدر لفاعله لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغفر لي ذنبي أي اغفر لي الذنب الواقع في حقي ممن كذبني فاهدهم فإنهم لا يعلموا فكان استغفار النبي لذنبه أي الذنب الواقع في حقي ممن كذبوه فكان ينفزه الزي الآية دي اللهم ما اهدي قومي فإنهم لا يعلموا يقول ما قال له استغفر لذنبك كان ايه كان مظهرها في أقوال النبي اللهم ما اهدي قومي أو اغفر لي قومي فإنهم لا يعلموا واستغفر للمؤمنين أو المؤمنات فكان يستغفر في اليوم أكثر من مئة مرة لأمته بقى يبقى النبي له استغفاران استغفار للمعرض عنه ليهديه الله واستغفار للمطيع له بسبب تقسيره في الطاعة والوقوع في المعاصر والشكلة لا يستغفر لذنبك أي للمعرض عنك وللمؤمنين والمؤمنات لأنهم ليسوا معصومون فهمت؟ والشكلة نفس المعنى إن فتحنا لك فتحموينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي ما تقدم من الذنب الواقع في حقك قبل هجرتك من الكفار فاضطروك للهجرة وما تأخر أي من ذنوبهم حيث حاربوك بعد الهجرة في بادر وأحد والأحزان فهمت؟ فالنبي كان يستغفر لهم فبناء عليه دخلوا في دين الله أفواج فهمت بقى؟ فيبقى الآية دي ديها معنى من حيث الشريعة ولها معنى من حيث الحقيقة تري محي الدين بيركز على معنى حيث الحقيقة تبقى إزاي؟ لأنه استغفر لأمته رجوع لمولاه برده فهم؟ يعني حتى استغفر لأمته برده هو رجوع لمولاه وهو راجع لمولاه في كل حال أي يرجع إليك الحق تعالى رجوعا مستصحبا لا يكون للخلق عندك فيه دخول وجه من رجوع وهذا الأمر يكون لطائفة الملامتية على الدوان اللي يستمرار الاستغفار لله بالرغم أنهم غير مقصرين لأنهم غير ملتفدين لغير مولاه فكل استغفارهم استغفار عما قد يلحكهم من نوع من الفطور ولولا حزين فطور البشرية المعتادة لأن طبيعة البشرية أنها تفطر بخلاف الملائكة لا تسأم ولا تفطر فلحقيقة البشرية فيها الفطور ده بيبقى باستمرار الملامتية حتى هو بيستغفر بيستغفر من الاستغفار شوف قد إيه يعني وعشان كده النبي علمنا الحكاية دي أن بعد ما نصلي أي الصلاة دي أكثر حاجة بتطيع فيها ربك المفروضة ما تخلصها تقول الحمد لله صح؟ لا أكما تقول تخلصك وليستغفر الله يعني على رجل الله في المتوقع يعني أنا بعمل زمد طيب ده كنت بصلت أستغفر ليه؟ أستغفر لأن كنت مهما كنت في صلاة وإقبال فطبيعة البشرية قاسرة عن أنها تصل إلى الكمال الإقبال إلى الله فبتستغفر النقص اللي ايه؟ اللي هو في أصل حقيقة في خلقك فقيمت بقى؟ فالملامتية عشان كده ايه؟ في دوام الاستغفار والرجوع إلى الله بالرغم أنهم أصلا من الناس اللي غير ملتفرين إلا اللي مولاهم لكن مهما زكاة الملايكة بتقول سبحانك ما عبد نكحة عبادتك والملك لا يسأم ولا يكل ولا يمل بل طعامه وغذاؤه هو ذكر يعني هم بيكل شويش رب زينا كده فول وطعامية ولحمة ومحشي ومشي ومشي حاجات دي لا ده هو غذاؤه الملك ذكر ربك وبالرغم من كده يقوله سبحانك ما عبد نكحة عبادتك يعني هم بيعبوده ربنا كنفسك انت في النفس ده بتبزي المجود هم يقلهمه العبادة كالنفس يعني انت كنفس الإنسان كده شوف انت بتقوله وانت حتى نايم بتتنفس والملكة ما بتنمش كمان وبالرغم من كده يقوله سبحانك ما عبد نكحة عبادتك الله يعني عندهم لوم الانفسي اه ادي الملمتة ايه البحث هو في عز اقباله لمولاه بيستغفر من تقصيره في اقباله لمولاه على شكل يقولك ايه والتوبة تكون من التوبة دائما يعني في ناس تتوب من الزنب وفي ناس بتتوب من التوبة لان كل حاجة بقى على مقامه ادي الحكاية لان انت حتى ما انت بتتوب الى الله توبتك دي حقك تتوب منه لانك انت بتتوب الى الله وفي نفس الوقت مش الى الله الحقيقة انت بتتوب الى الله لثواب الله للتائبين الله انت بتتوب لحظ نفسك ده انت برضو لسه مغموس في شهواتك لكن ربنا يقول ايه ولا يشرك بعبادة ربيه احدا ولا حتى رغبة لك وبالتالي لو انت تحققت من عملك لو وجدت انك في طاعتك يعني اقرب منك في سخته من معصيتك تصور بقى لان في المعصية انت بتلوم نفسك لكن في الطاعة انت بتمدح نفسك اه يبقى انت اللوم ده بيدي دي مكسارة في النفس طول ما انت مكسر تكون اقرب الى مولاك منك وانت ايه منفوخ يا ده وايه وفرحان انك انت منها الطاعة ربنا مش عايزك تبقى ايه يعني شايف نفسك الطاعة بتخليك شايف نفسك والمعصية بتخليك ايه زعلان من نفسك يا رب خدني بقى مني بقى فيم فلما تبقى زعلان من نفسك يبقى مش عايز الا الله بس انما انت في الطاعة بقى فرحان بقى من نفسك شايف نفسك مش هكده قاله انك انت في حال معصيتك وندمك وانت اقرب الى الله منك وانت في حال طاعتك شوف تقديه حاجات كده لفتت ما يخدش باله منها اللا ايه اهل التصور لكن طبعا تقول الكلام ده الوهابية والجدع ايه ايه الزندقة دي لانه مش مدرك هذا المعنى احنا بنتكلم معنا ثاني لطيف وهم دول ما يفهموش الا المعاني الغليصة مش المعاني اللطيفة مايجراش حاجة كلم كل واحد على ايه على قدر فهمه وخلاص زي ما تيجي الواحد فول ابتدائي تكلمو على بقيه على المعادلات الرياضية اللي بياخدوها في كلية العلوم خس مرياضة بحتة وهو لسه في ابتدائي تقول لك ايه ده الاخبط دي واخد قدر الناس دي استغل مش فهم حاجة وهم فهمين كل حاجة لكن هو اللي مش فهم هو بالزبط كده فاذا لو وجدت ناس رصوصة تقول لك خطبوا الناس على قدرانك دي فلما تيجي تقول لي الواحد من اهل الطاعة انت طاعتك دي تستوجب لاستغفار لك ايه ده استغفروا ازاي ده بقى بقى الطاعة الزنب هو اللي يستوجب الاستغفار انما الطاعة ما تستجبش الاستغفار لانه لانه قل له اخي لانه عندك حق انت كده كويس وسيبوا بقى لانه هو ده طريقة فهم وهذا الفهم برضو ربنا حيقبله منه بس ده حيدخل الجنة ايه مع ايه؟ مع عوام الداخلين لكن ايه بيتكلم على احوال خواص الداخلين ده جبت بقى فدي حال ودي حال وربنا سبحانه وتعالى رحمة واسع على شكل كده بيقول لك ايه؟ وهذا الامر يكون لطائفة الملامتية على الدوان اشكل كده سمهمه الملامتية ليه؟ لانهم دائمي لومهم لنفسهم حيث لا يروا لنفسهم حقا ابدا وهم في عزة طاعة يرون ان طاعتهم تستوجب الاستغفار اكتر مما تستوجب ايه؟ الثواب يسمون نفسهم ايه؟ الملامتية عشان جدا من اللوم يعني فتجليهم دائم وطول ما انت منكر نفسك تبص تلاقي تجلي الله عليك ليغطي نقصك دا لان اذا دخلت على الله ومعترفا بالنقص تجلى عليك بالتكمين تقيمت بقى ازاي؟ لكن لو تقربت الى الله وشايف نفسك كامل يتجلى عليك بايه؟ بالجلال بقى يقوم ايه؟ يسيبك لنفسك مش انت فرحان بنفسك يا حبيبي عيش مع نفسك ياكي لك علي نفسك وكونوا ياكي لك علي نفسك معناه ايه؟ تجليه جلالي ففيه حرمان انما اللي مش شايف نفسه وشايف انه ناقص وهو في عزة طاعة شايف نفسه ناقص يقوم ربنا يتجلى علي بالجمال فيكمل انت لما تشوف ثوب مخرك هتعمل فيه ايه؟ تقعد ترقعه وتخيطه وتصلحه صح؟ فامما تشوف بقى ثوب كده متين تمسكه كده وتنظف به وتدرب به كده تستعمله في الجلال انما الثوب المخرك تتعامل مع اب جمال وبلطف تفهمت بقى؟ فانت طول ما انت مقابل ربك بضعف وانكسار كل ما يبقى تجليه دائم جلال جمالي وأول ما تتقعد ربك بايه؟ انا انا وما محدش موحد غيري وكل الناس مشركة والكلام اللي بيقولو ده اه يومي قابلك بالجلال يقولك ياكلك لتعاطي لنفسك فيأتي الحرمان فالملامتية عشان كده دائم اللوم لنفسهم حتى يستمرت ايه؟ التجلي الجمالي تهمت فتجليهم دائم فقد علمت ان الظهور كمال للرسل لأنهم مشرعون لمن ورثوها ورثوهم في مقام الإرشاد ونقص في من يرثو وأطلب الرسل يتعبد الله بالظهور عشان ربنا ارسلهم للعباد لازم يبوزهرين عشان ايه؟ الناس تأتم بهم طب وغير الرسل تعبدهم الله بالخمول فهمت؟ فعلى قدر ظهور غير الأنبياء على قدر انشغالهم بغير مولاد وعشان كده فتنة الأولياء المرشدين المبرزين للتربية أشد من فتنة الولي المخفي اللي ملوش مريدين خالص لأن ده منشغل بغير مولاد فهمت المسألة فبالنسبة للولي اللي ربنا بيشهره على قدر شهراتي على قدر نوع النقص الذي يطرق عليه في علاقاتي بربه ليه؟ لأنه انشغل بالخلق عن الحق وإن كان هو مجهود بالخلق اللي يردهم للحق بخلاف ان انشغالوا بالحق ليوصلهم إلى الحق انشغالوا بالخلق ليوصلهم إلى الحق في حق الرسل كمال وفي حق غير الرسل نقص فهمت بقى طب ليه كمال في حق عشان معصومونا أن يروا أنفسهم ربنا أصمهم لكن الولي مش معصوم العارب بالله مش معصوم فهمت الكلام الشيخ طالما الأمر كده حتلاقي أن قطب الغوث اللي هو أعلى واحد في درجات الأولياء مخفي ما تلاقوه الظاهر ولا يعلن عن نفسه حتى لو ربنا عرفه ما يعلمش عن نفسه فهمت بقى إزاي وإن كان بعض ساعات الأقطاب في بعض العصور يبقى هو القطب بالوقت هو نفسه ما يعرفش نفسه يقوم ربنا غيران عليه حتى أن نفسه تعرف نفسه شوف قدي يحجوبه عن نفسه فده يجعلك إيه؟ إنك أنت تحترم الأمة كلها بقى؟ مش تحترم المشاهير بس لا ده أنت الأمة كلها محترمة عندينك رب الولي المخفي ده يكون إيه؟ يكون واحد منهم قد عشرة من الأولياء الظاهرين اللي أنت إيه؟ نفسك تقعد تحت رجليه ويطلع المخفي ده اللي هم الظاهرين دول نفسهم يشلوله نعب فهمت بقى إزاي؟ فعلى شكة ده يخليك إيه؟ المعاني دي يخليك إيه؟ تحترم الأمة كلها تحترم الأمة كلها فوق دماغك فهمت؟ الباب الرابع والعشرين وقال في الباب الرابع والعشرين أول من استلح على تسمية سؤال العبد ربه دعاءً لأمراً محمد بن علي الترمزي اللي هو يسموه الحكيم الترمزي كان سيدنا قبل حسن اشتاز لموع جبه قوي كان يحب يقرف كتبه الحكيم الترمزي ده وسيد يموح الدين من العرب كان موع جبه قوي وكان يحب برضو إيه؟ يقرف كتبه فالحكيم الترمزي ده فيه سر مستهل يعني يعني أوليك كبار أو قوي كانوا يتعلموا منه وهي دم والده يبقى فيه الدفع فهمت؟ ومن علماء نيسابور توفي سنة 318 صاحب أبا تراب النخشبي وأحمد بن خضروي وغيرهم روى عنه يحيى بن منصور القاضي وغيره من علماء نيسابور من أشهر مؤلفات نوادر الأصول في أحاديث الرسول وختم الأولياء وغيرها الكثير وكتبه ختم الأولياء ده بقى كان مغرم بيه أوسي ده والحسن الشزل وكثير المطالعة فيه التتاب بتاع ختم الأولياء بتاعه مش توهرة بالحكيم الترمزي عليها لكن هو اسمه محمد بن علي أبو عبد الله هو طول عمر العلماء النحو لحد قبل الحكيم الترمزي فعل الطلب يسموه فعل أمر كل فعل أمر اسكت فعل أمر أحضر كذا فعل أمر أعطني كذا فعل أمر اغفر لي فعل أمر فهمتوا زي لأنه المصطلح كده يعني كل فعل يدل على الطلب فهو يسموه فعل أمر واضح لحد ما قال الإمام الترمزي قال لك إلا لما يكون فعل الأمر متوجه إلى الله نسميه فعل دعاء أدب يعني غير المصطلح فهمت بقى من باب الأدب فقال لك إيه أول من استلح على تسمية سؤال العبد ربه دعاء لأمرا محمد بن علي الترمزي وما سمعنا هذا الاستلاح عن أحد سواه هو أدب عظيم وإن كان هو في الحقيقة أمر لأن الحد يشمل لأنه إيه لأنه طلب حدوثي فعل فهمت إزاي فإذا قال العبد اغفر فهو كقول الحق للعبد وأقم الصلاة لذكر سواء من حيث طلب إيه يعني تحقيق الفعل طلب تحقيق الفعل دعاء كأنك أنت بتأمر بتحقيق الفعل فهمت يعني من حيث الإيه من حيث الإستلاح النحوي اللغوي لكن هنا إيه أبر عنه بقى بطريقة جميلة فقالت إذا كان من العبد للرب يسمى دعاء وإذا كان من العبد لقرينه يسمى التماس وإذا كان من العبد لمن دونه يسمى أمر شفت أسمى أبا وقال لما كان وجود العالم قال من اللي قال بقى سيري موحي الدين بقى خلصناك سكتنا عن كلام إيه وقال لما كان وجود العالم مرتبطا بوجود الحق دعاء فعلا وصلاحية يعني إيه فعلا وصلاحية يعني فعلا يعني من حيث تحقق الوجود وصلاحية يعني أن الله عنده القدرة التي يظهر الوجود ووقت ما يريد يسموه إيه صلوحي قديم يبقى عندنا صلوحي قديم وفيه تنجيزي حادث فهو من حيث زي بالزبط على تديك مثال إنت قبل ما تتجوز إنت صالح إنك تبقى أب صح؟ لكن ما ظهرش الأبوة لسه بس إنت صالح تبقى أب بعد ما تروح تتجوز وامرتك تحمل ودع 9 شهور يتوقوق بقيت أب بقى تنجيزي حادث فإنت بقى قبل خلق العوالم فالله خالق برضه حتى قبل خلق العوالم اسمه خالق برضه قبل خلق المرزوق كان رازق قبل خلق العوالم كان مدبر ولا الصفات دي ترأيت عليه؟ لا ما ترأيتش عليه بس إيه؟ أدي معنى إيه؟ وجود العالم مرتمر وجود الحق الآلة فعلاً اللي هو تنجيزي حادث وصلاحية يعني صلوحي قديم فإنت بقى المعنى؟ فإن اسم الملك لله تعالى أزلت هو طول عمر الملك لما يبقاش ملك إلا يبقى إيه؟ بيحكم حاب يحكم فيه إذا كان مفيش حاجة معاه بس هو ملك برج ده ده اسم أزلي ده اللي خلى ابن سينة يقول قدم العوالم لأن قال ابن سينة إيه؟ قال إنك إنت لما تقول إن العوالم حادثة حدثت ولم تكن موجودة قديمة يبقى أنت عطلت صفات الله حتى تظهر العوالم وكأن ظهور العوالم كان سبباً لظهور صفات الله فصفات الله مفتقرة للعوالم والله لا يفتقر فهمت كلام ابن سينة متأثر بإيه؟ بتأولات بعض الفلسفة وعلى شكرة قال لا ده العوالم موجودة أزلاً لأن الله مالك أزل ده كلام بعد الحكماء اللي هم يسموهم الفلسفة لكن على أي حال بالنسبة للأزل يعني معنى أول بلا بداية هذه معنى الأزل وأبد يعني إيه؟ يعني آخر بلا نهاية لبعدنا أبد وأزل الأزل ينظر إيه للماضي والأبد ينظر للمستقبل طب والصرمد الدوان اللي هو بينهم فهمت بها يبقى عندي إيه؟ أقول الله أزلي يعني أول بلا بداية دايمومي يعني آخر بلا نهاية وبينهما صرمدي صرمد خدت بالك عشان كده ساعته يقول يا أبدية دايمومية صرمدي هي الكلام مش عطف على مترادفات لا دا عطف على متغيرات المحن سيهمت فإن اسم الملك لله تعالى أزل لأنك لو قدرت ارتفاع وجود العالم من الذهن جملة واحدة من كونه ملكا لم يرتفع وجود الحق لارتفاع العالم لكن يرتفع وجود معنى الملك للحق تعالى ضرورة فإن فهمت وإلا ففهم وعشان كده هو عايز يقول إن العوالم لها وجود أزلي من حيث علم الله بها فقامت إزاي ولها وجود عيني من حيث تعلق إرادة الله بظهوره فالعوالم قديمة واخد بقى يكفي علم الله حادثة في الوجود يبقى اللي قال بقدم العوالم قصد إيه؟ القدم بالعلم بيه واللي قال بحدوث العوالم قصده أن لها بداية من حيث الوجود العيني المتعين وعنشان كده تلاقي في الأخر الخلاف لغسي يجي لك الأنس جاء لك كفره ابن سينة لا ابن سينة مش كافر دو بيتكلم من جهة تانية انت مش عارف تدركها دعمت إزاي؟ فلا ده كفر ولا ده كفر على فكرة اللي بيكفر هو اللي بيبقى يضيق لا ايه؟ ضيق الفهم مش عارف هو ده بيتكلم من أي جهة وده بيتكلم من جهة دي هو لما قال بقدم العوالم قال له أن لابد أن يكون الله عالما بكل العوالم مالكا لها وإلا تزول عنه صفة الملك أو تكون مستحدثة والله صفاته لا تستحدث ولا تعطل فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي تبقى لابد أن تكون موجودة أزلا آه يبقى وجود علمي مش موجود عيني صح ولا لأ وجود علمي يعني في علمه موجودا فهو ملك منذ الأزل قبل أن يتعين ما يملكه فهمت؟ فإن فهمت وإلا فافهم يعني راجع نفسك تاني بقى راجع تاني نفسك عشان تحد ما تفهم بقى لعلك تكون فهمت فلم يزل الحق ملكا وإن كان العالم معدوما في العين الله يبقى لبحدوث العوالم من حيث الوجود العيني وقال بقدم العوالم من حيث الوجود العلمي الله ده جمع لك الرأيين عشان كده بيعتبروا أن سيدنا محي الدين مذهب ثالث بين من قال بحدوث العوالم مطلقا وبين من قال بقدم العوالم مطلقا ده مذهب ثالث ربط بينهم فهمت بقى؟ وده يحل لك مشكلة الخناء اللي تمت بين بعض من أهل السنة مع ابن سينة ومن ايه صار على نهدي من قولهم بقدم العوالم قامت خناءة كبيرة وده كفر ده وده مش عارف يعمل ده لكن ميزة الوالي لما يبقى ايه فكر واسع يقص لقى ايه يلاقي ان القلب قرم العوالم ده كان بيبص عليها من الجهة دي واللي قال بحدوث العوالم ده كان بيبص عليها من جهة الوجود العيني فكل واحد مصص لجهة شكل لو كل اتنين بصوا من كل الجهات حيلاقون ده صح وده صح نفس القضية عملت في خلق القرآن واتخنوا على خلق القرآن والقرآن القديم والقرآن الحادث المعتزلة بتنزل للقرآن المنطوق من المخلوق اللي باللغة العربية المكتوب بالإيد ده مخلوق طبعا قطعا لانه الله خلقكم وما تعملون نطقك ده مش عمل يبقى عملك مخلوق يبقى القرآن اللي بتكتلوه ده مخلوق والقرآن اللي بتكتبوه ده مخلوق المعتزلة يقولون قرآن مخلوق قرآن قديم انت كافر لا انت كافر انت كافر قاعدوا جدا بتنسى بتنسى انا يدخنوا ده باصس من جهة من جهة نسبة القرآن لله فهو قديم لانه كلام الله والتانيين باصين من القرآن الصادر من أفواه العباد ده باصس في جهة وده باصس في جهة ويدخنوا مع بعض وكل واحد بيحلف وهو صادق لانه مش هايف اللي بيها واحدة لحد ما الامة هديت قالواهم يا جماعة انت باصس من جهة تببص لها اللي باصس لجهة اللي بس قالوا تببص الجهة العبد ده مخلوق ولا مش مخلوق والتاني اللي باصل لجهة العبد بس قالوا بص المصدر القرآن ده مش كلام الله وكلام الله سفاة قديمة هلا ده قديم فالهم خلاص خلقوا بعضوا بالحظمة انت حلتها مشكلة لكن ده باصس كده والتاني باصس كده باصس كده اتجاه العبد والتاني باصس للمصدر فقيمت بقى ازاي اللي ماما احمد بن حنبل اتسجن وما قالش اجابة في القضية لقال قديم ولا حديث عليك اللي ماما احمد بن حنبل قال انا لا اقوله فيه شيء لان الصحابة لم تاكل شيء والنبي لم ينبهنا وانا لا اقوله شيء طب قول مخلوق لربنا ايديك عشان نطلع له لا وما قالش برده قديم وتسجن فيها الوهرين نفسه مش فاهمين ايه سيدنا احمد بن محمد مع قد يدخل الكوركورا هو ما قالش قديم على الكوركورا ولا على الحاجز قال ربنا ما وصفوش بحاجة احنا ما نوصفوش بحاجة او ربنا ما وصفوش بحاجة هو قال لنا تم قال برده ايه ذكر محدث الله ذكر محدث طب دليل برده في القرآن في ايه ذكر محدث فاهمت ازاي فقال لك محدث يعني بالنسبة للخلق لا بالنسبة للحق ومردش يتكلم برده لحد ما ايه ماتت الفتنة ومتين سنة الدنيا هدية والناس ابتدت تفكر بهدوء فلا ان اهل استرنا بصين من ناحية دي والمعتزلة بصين من ناحية دي طب يا جماعة كل واحد يبص للجهة اللي التاني بيبص ديها هتلاقي الحكاية سهلة زي بالزبط انت جاي للفيلم من ناحية الزلومة وده جاي للفيلم من ناحية ديله فهمت؟ والتاني يقول لك لا والله ما عنده زلومة ما عنده ديل بس لانه جاي من ناحية ديله والتاني يقول لك لا والله ايه دا ما عندهش إلا زلومة اسويش ديل دا هو ديله جاف وشه فبقى دلومة ما عندهش ديل في الانت ازاي؟ كل واحد صادق من جهة نظري من جهة نظري ما فيش واحد ايه كذاب لكن لو تعالى بقى عن جهة نظره فقط ونظر للموضوع بكله هيلانى لي ليه ديل ويزلوم والحكاية كلها ايه مش متحتاجش الخناء ناس الحكاية هنا في قدم العوالم وحدوث العوالم عاملين خناءة كبيرة ويقول لك اللي بقول بقدم العوالم يبقى كافر وليقول مش عربية والتاني يقول لك اللي بيقول بحدوث العوالم يبقى عطل صفة الله ويبقى معطل ليه؟ دا يا سري اللي قال بالقدم العوالم القدم العوالم من حيث علم الله به فهي معلومة لديه في حال عدمها بل يبصرها في حال عدمها لأنه سمع مصير يعني وجودها ما زادوش بصرا لا لم يترق على بصر الله وسامعه زيادة علم بعدما خرجت للوجود بل وجودها متعينة كوجودها في علمه سواء بسواء لم يزدد علما بتعينها وكنت واخد بالك إزاي ولم يفقد علما بإيه بعدمها بل كله سواء عندنا هذه كل الحكاية فقط أنت ما تهدى شوية من التعصب لرأي هتلاقي في الآخر أن الخلافات اللي ترأت بالمدارس المسلمين المختلفة خلافات لفظية مش معنوية وبالتالي حتلاقي كل الأمة نجية كل الأمة إيه تبقى نجية لكن البني آدم اللي هو أي عايز يضيق الأراء كلها من وجهة نظر هو واحده يبقى أنت برضو بنتنظر من جهة واحدة دا كانت درجة الحق كله من فوق كده ها فعلى شك كده بيقول فلم نزل الحق ملكا وإن كان العالم معدوما في العين الله يبقى قال إيه قال بقدم العوالب من حيث العلم بها وبحدوثها من حيث تعيونها يبقى ربط الاثنين ولا لا المذهبين ربطهم الاثنين حل المشكلة فإن معقوليته موجودة مرتبطة باسم المالك فهو مملوك لله تعالى وجودا وتقديرا اللي هو العالم يعني فهو تعود على العالم يعني مملوك لله تعالى وجودا من حيث تعيونه وتقديرا أي في علمه قبل خروجه قوة وفعلا قوة يعني إيه يعني اللي يقول له إيه صلاحية وفعلا يعني إيه حيث انجزب يعني انجزب صالح أن ينجزبه في أي وقت فهمت فعلم أنه ليس بين الحق تعالى والعالم بون ينقل أصلا إلا التمييز بالحقات فالله الله ولا شيء معه ولم يزل كذلك ولا يزال كذلك ولا شيء معه وأما قوله تعالى وهو معكم فصحيح يعني كأنه يقول لك اللي معي دي صفة الله من صفة العبد وهي صفة تنزل من الله علشان يكلمك إيه بما تفهم صفة فيها نوع من التنزل وهو معكم ما قالش أنتم معي لأن ليس معه شيء لو قال أنتم معكم يمتلك وجود موازي لوجود الخالق وجود مستقلة عن وجود الخالق يقول لك أنت معي آه لا ما فيش حاجة يسمعه وجود موازي للحق للحق فهمت كل موجود موجود به لا معه فهمت وبه دي الباء دي اللي هي الرحمة للعالمين فهمت يعني بواسطة الرحمة للعالمين مش بنفسه كمان اللي موجود به بدون وسطة الوحيد هي الرحمة للعالمين الرحمة اللي هو إيه حقيقة النبوية الحقيقة النبوية اللطيفة اللي إحنا نسميها الحقيقة المحمدية هي الوحيدة اللي موجودة بالله مباشرة لأن هي وسطة الوصائل وكل ما سواها من الموجودات موجودة بهذه الحقيقة وهذه الحقيقة موجودة بالحق مباشرة عشان جينا نقول سعد فدروسي النبي بالله وإحنا بالنبي فهمت بقى محدش تجرأ يقول الكلمة دي على الفكرة لكن أنا تجرأت وقلها لأن أنا فهمتها للناس هما كانوا العلمة فهمينها لكن ميرش يعبر عنها بيزيد طريقة حتى لا يسأ فهمها لكن أنت لما تفهمها خلاص النبي بالله لأنه هو أول مخلوق خلقه الله ثم جعله هو سبب لإمداد كل معدوم بالوجود وإمداد كل موجود بالاستبرار هذه معنى أنا قسم والله يعطي يعني أنا أخذ من الله بلا وسطه ثم بعد ذلك أعطي للأوالم بالوسط أشكده وسطة الوسط هذه معنى حتى رسول الله يعني رسول يعني إيه يعني يأخذ من الله ويدي أما أقول ده رسول من عند أبوك يعني جايب لك الفلوس من عند أبوك مش كده برضو وإنه جايبه من عند نفسه جايبه من عند أبوك النبي صلى الله عليه وسلم لكن العوالم لضعفها لا تستطيع أن تأخذ مباشرة من مولاها فجعله برزخا بينه وبين العوالم عشان هو يتحمل إنه يأخذ يتحمل استرامات الجلالية والعوالم لا تتحمل إلا المظاهر الجمالية للعفل فيبقى هو مدي وجه للجلال يحول وجه للجمال تجاه الخلق زي إيه الجماعة اللي إيه يجيب إيه أما إيه بقى الكهرباء جاية قوية قوي تقوم إيه تحط الجهاز كده يأخذ الكهرباء القوية دي يحولها لمتين وعشين فولت يديها للجهاز الصغير ولا كان حينفجر يعني لولا برزخية هذا الجهاز بين القوة القوية قوي تيار القوي وبين الجهاز اللي يأخذ التيار الضعيف كان التيار الجهاز الضعيف دا ايه انفجر الخلق دعاف ربنا خلق برزخ برزخ بينه وبين الخلق لضعف الخلق مش لاحتياج الليل لك برزخ هلا فكرة لا مش محتاج حاجة ل harmful هما dildعاف محتاجين يبرزخلهم الحكاية ты понимаешь بقى زي عشان كده أنا قلت في الصلاة البرزخية اللهم يصلي على سنة محمد البرزخ بين الأحادية والوحدية وبين البطون والظهور سر التجلل العام نفس المعاني دي هنالك فلم يزل الحق ملكا وإن كان العالم معدوما في العين فإن مع قليتي موجودة مرتبطة باسم المالك فهو أي العالم مملوك العالم كل ما سوى الله وسموه العالم ليه لأنه علامة على خالقه سميه العالم ليه لأنه علامة علامة على خالقه فهمت بقى فهو مملوك لله تعالى وجودا وتقديرا قوة وفعلا فعلم أنه ليس بين الحق تعالى والعالم بون يوقل أصلا إلا التميز بالحقائق البون اللي هو الفرق الشاسع فالله الله ولا شيء معه ولم يزل كذلك ولا يزل كذلك ولا شيء معه وأما قوله تعالى وهو معكم فصحيح لأنه معنا كما يستحبت جلاله من التنزيم ولولا ما نسب إلى نفسي من أنه معنا يعني لولا أن ربنا قال وأنا معكم أينما كنتم لو ما كانش الواحد تجرى يقوله لولا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الصاحب في السفر ما كنوش تجرى كنو يقوله علينا مشرك إيه وربنا نحن أصحابك إنت يا جربوح إنت فين وربنا فين آه ده شغلانة كبيرة بقى إيه بقى إيه لولا إن ربنا سبحانه وتعالى تودد إلينا فكلمنا بما نفهم ما تجرأنا أن نقول مثل هذه الكلمات كنت إنت يخطر في بالك تقول كنت سمعه الذي يسمع به كنت بصره الذي يبصره كنت يده الذي يبصره والله يقوله لنبي قالها لو كانش النبي قاله وله قالها يقول لك ده مشرك صح ولا لا مردت فلم تعودني شوف شوف الزنديق يا ابني ده كلام حديث نابا ويبني ده حديث نابا ويقول بالك ده ملزنديق يا ابني أدي نفسك فهمت والتالي كل حاجة عايز يتفهم بطريقة ني مردت فلم تعودني لأن الله العبد قائم بربه فلما يمرد العبد تبقى الربوبية فيه ضعفة فلما تبع في الربوبية ربنا سمعه إيه ماردته يعني ربوبية القائمة بعبدي هذا ضعفت فظهر الضعف عليه شفت ماردته يعني تجلي ربوبية عليه ضعف لأنه قائم بربوبية مش قائم بنفسه ضعفه خليه جوع فلما أنا الربوبية اللي تحتاج طعام البشرية اللي تحتاج طعام طول ما أنا قائم بيه هو شبعين طب أول ما أضعف عنه يبقى جاع ما أكلتوش ليه فهمت قالي معناه إيه استطعمتك فلم تطعمني لا يمتد معناه وأما قوله هو معكم في صحيح لأنه معنا كما يستحق جلاله من التنزيه ولولما نسب إلى نفسه من أنه معناه لم يقدر العقل أن يطلق عليه معناه المعيه لأنه ليس كما يستحق جلاله بخلاف معية العالم بعضه مع بعض فنقول الحق تعالى معناه على حد ما قاله وبالمعنى الذي أراده ولا نقول إنه مع الحق ما تقولش إيه الخلق مع الحق أم ألبي يقول لك إيه خليك مع الله وعمل الطيب يعني مع أمر الله يبقى فيه فعل مقدر معناه خليك مع شرع الله وعمل الطيب تهمت إزاي هذه معنى خليك مع الله وعمل الطيب يبقى نفهم إنما مع الله ذاتا لا عيد كأن جعلت تلك معية منفصلة يعني ذات منفصلة فبقيت موازي لا المسألة مش كده تهمت أشكد الوهابية لما ظن إنهم وجود منفصل جعلوا الله في جهة وهم في جهة آه دي مشكلتهم بقى كبيرة ده وفق متصور إنه له وجود منفصل وأن الله له وجود منفصل وجعل إن له وجود منفصل يعني مستغن يعني موازي للحق وبالتالي لابد أن يكون الله في جهة والعبد في جهة فأشار إلي بالجهة آه يبقى دي مشكلة عنده خلل كبير في الفهم تهمت بقى فنقول الحق تعالى معنا على حد ما قاله وبالمعنى الذي أرى يعني إما يجي يقول لك هو معنا إزاي يعني يعني معنا إزاي مش عايز إيه يعني هو حل معنا في الأماكن والأزمنة ولا إيه بالزبط آه تقول هو معنا بصفاته لا بزاته حيث أن ذاته لا تختلط بالزواج فيمتقدي الحجاية وأصلي الحقيقة أصلي مشكلة إن الخلق موجود معدوم في آن واحد والله موجود دائم موجود بزاته مانوش وجه للعدم يعني الممكن يسمون ممكن اللي لو وكه على العدم وجه للوجود يسمون ممكن ليه لأنه ممكن يبقى معدوم ممكن يبقى موجود مش كده دا الممكن طب هل الممكن دا بوجه وجوده صار موجودا بزاته وفقد إمكانه فصار واجب الوجود وبوجه عدمه صار لا وجود له ولا تعيون الأصل فصار باستمر معدوم نحن بنو الممكن فالممكن حال وجوده مازال ممكن وحال عدمه مازال ممكن تقيمت بقى إزاي فهو ممكن في كل أحواله وطالما ممكن تقول لأحواله بقى موجود معدوم في أنين واحد عشان كده بيقول كل شيء هالك من اللوجه كل من عليها فان قديك مثال في حاجة كده ربنا خلق أهلنا في الدنيا موجودة معدومة في أنين واحد وبنتشوفها الظل ألم ترعي لربك كيف مدى الظل ولو شاء لاجعله ساكنا ثم اجعلنا الشمس عليه دليل لو لوجود الشمس لي أصل الوجود ما كان هناك ظل والظل في نفسه له وجود أله حقيقي وفي نفس الوقت لا عدم له بكلية فهو له وجه وجود ووجه عدم في أنين واحد أهل عوالم كده بالنسبة لله ظل فاهم معدومة حالة وجودها وموجودة حالة عدمها فاهم دي حاجة أشاك يقول لم ترعي لربك يبقى الربوبية ظهرت إيه فلما ظهرت ظل الممكن له وجود بها ولولاها ما كان له وجود كالظل بالنسبة للجسم في وجود الشمس فاهمت إزاي ألم ترى يا ربك كيف مد الظلة ولو شاء لاجعله وسكنا ثم اجعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيره يعني إيه يعني كأن العوالم دليل وجودها خالقة مش هي اللي دليل على خالقة فاهمت بقى إزاي فهو بيرقيك لنعمنا تاني إن لولا إن ثم اجعلنا الشمس عليه دليلا يعني كأن الله هو دليل على وجود الخلق مش الخلق هم اللي دليل على وجود الخالق هذا بيعلي بقى إيه مستوى إيمانك حتى لا يكون إيه الدليل يكون أكثر ثبوتا من إيه من مجلوله أي أكون لغيرك من الظهور ما ليس لك فيكونه دلا عليك مش أي كده في الحكم فإنه ما ورد والعقل لا يغطي ولا نقول إننا مع الحق طب ليه من قلش إحنا مع الحق لين ما وردش ما فيش أي أبدا يدلونت معاي ولا النبي قال أنا معك ده النبي قال أنا بك وإليك ما قالش أنا معك شوف خدت بقى فما يصحش أنك أنت توصف شيء ربنا ما وصفوش فهيبت بقى إزاي وتنسبه لنفسك زي ما الوهبية يجي يقولك إيه إنت ليه بتتوجه لله بالنبي ما ربنا بيقولك فإني قريب إيه بقى أنت قريب لا ده ربنا بقول إني قريب ما قالش إنت قريب يروح ساحب القرب اللي في الآية اللي هو إيه صفة الرب ويخلي العبد هو لقريب آه شوفت تركت الوهبية الجاهلة مش بيقولك فإني قريب ليه بتروح له عن طريق النبي مش هو قريب يبقى أنت قريب لا ده رب ده القرب صفة الرب والمعدة صفة العبد شوف تبقى إزاي هنا برضو المعية صفة الرب مش صفة العبد وهو معكم أينما كنتم يبقى أنت مع الله شوفت بقى خلل معي صفة العبد قال لك ما ينفعش أنك أنت تقول إن أنا مع الله لأنه لم يرد نص فيها وإلا جعلت لك وجود نوازي فهمت بقى فإنه ما ورده والعقل لا يوطيف ما لنا وجه شرعي ولا عقل نقول به إن أنا مع الحق وأطال في ذلك هو سيدنا موسى قال لهم كلا أنا مع ربي ولا إن معي ربي فاجعلنا معي ربي كده برضو فيبقى المعي سفة الرب والقرب سفة الرب فالله في بطونه هو نفسه الله في ظهوره فهو القريب في بعده والبعيد في قربه في آن واحد في آن واحد سبحانه الله إزاي يعني ليس كمثله الشيء وهو السميع البصير فقيمت بالمسألة ثم قال وأما من نفع عن الحق إطلاق الأينية مطلقا فهو جاهل لأنها وردت في لسان الشارع الذي هو أعلم الناس بالله تعالى في قولي للجريء أين الله فنطلقها في الموضع الذي أطلقه الشارع ولا نتعدى يعني الأينية صفة عن المكان كويس فقد تكون صفة عن المكان وقد تكون صفة عن المكان والرد واضح فإذا تعلقت بالله يبقى إيه أينية مكان مش أينية مكان فيه ابتباه وإذا تعلقت بغير الله تبقى أينية مكان لأن غير الله مقيد بالمكان والزمان فنطلقها في الموضع الذي أطلقه الشارع ولا نتعدى وقد تأول بعض العلماء إشارتها للسماء وقبول ذلك منها لكون الآلهة عبدت في الأرض قال وهو تأوين جاهل بالأمر فإن العرب كانت تعبد كوكبا في السماء يسمى الشعراء سنه لهم أبو كبشة جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه أبو كبشة أنا مش كانوا في ساعة يقولوا على النبي ابن أبي كبشة اختلف مين أبو كبشة ده اللي نسب كريش نسبوا لي بعضهم قال إيه أبو كبشة ده كان إيه كان زوج حليمشة عادية كان يكن بأبي كبشة فهو أبو من الرضا وفي قول تاني وده الأرجح إن أبو كبشة هو عبد مناف اللي هو جد ستنا آمنة آمنة بنت زهرة ابن عبد مناف مش كده برضو ابن وهاب بنت وهاب ابن عبد مناف آمنة بنت وهاب ابن عبد مناف عبد مناف جد أمنا آمن كان مشهور بأبي كبشة تهمت وعبد مناف ده لما راح الشام ما كانش معتقد بإن إيه الآلهة والأصنام دي تعبد مش دخل في مخه إيه شوية حجارة كده ويطوف ويسك دولة فلما راح الشام تعرف على بعض الرهبان فتنصر فلما رجع قريش اعتبره غير دينه فقامت بقى فلما النبي جاء أبي دين جديد قالوا تزاي جدك لهم أتبقى على تغير دينك وكل شوية جلده واحد يغير دينه فنسبول ابن أبي كبشة عشان كده هو دا الراجح فقامت بقى إزاي يبنى إيه لكن كلمة نسبت إنه هو جاء بعبادة الشعرة لقريش النسبة اللي هون بيثبتها ابن إيه سيدي محيد الدين لم تسبتها له لكن هو التقى ببعض الرهبان في الشام فتنصر زي زي ورقة بن نوف في المكاتن أستربارك فاعتبروا إن كل واحد يترك دينه يبقى ابن أبي كبشة زي شاب شاب إيه أبو كبشة فلما النبي جاء بدين جديد غير دين قريش قالوا له أنت زي جدك لأمك وأرادوا انتقاسه لأن كان العرب لما تحب تنتقس إنسان تنسبه لجده لأمه لا تنسبهش لجده لأبيه وتنقق جد دي من أجداد الأم يكون عمل منقصة في نظرهم في المكاتن وينسبوا ليه فما نسبوش مثلا عبد المطالب لأن ابن المطالب إيه كانوا وعظم عندهم في الجهلية وكان له قدره كبير ما قلوش ابن عبد المطالب قالوا ابن أبي كبشة يبقى ابن أبي كبشة عبد المطالب عبد المطالب ده بقى اللي هو إيه اللي هو أبو كبشة ده الراجح يعني ولذلك كانت العرب تقول ما فعل ابن أبي كبشة حين أحدث عبادة إله واحد كما أحدث جده عبادة الشعر بقى له إيه حتى ترجع إنه أحدث عبادة الشعر دي نسبتها لجد النبي إيه من جهة أمي إيه لم تسبت لكن هو الثبت إنه تنصر وقد كانت العرب تعتقد أنها رب الأرباب اللي الشعر ولذلك قالت علوا إنه هو رب الشعر فلو لم يعبد كوكب في السماء لأسبب هذا التأويل إنه هو إيه أصل بعض العلماء قالوا أشرت إلى السماء فقال دعا فإنها مؤمنة حيث أنها نزهت إلى أن يكون في الأرض لأنه كان كل ما يعبد في الأرض في عصر إيه النبي ولا أشرت إلى السماء جاءت التنزيل فقال له هذا التأويل ضعيف ليه لأنه كان بالشعر في السماء وكان بيعبد ولا وعبد وبالتالي هذا التأويل ضعيف فلو لم يعبد كوكب في السماء لسغى هذا التأويل فإنه صلى الله عليه وسلم قال إنها مؤمنة ولكن لما عبدت الكوكب ما بقي يسحم لقوله صلى الله عليه وسلم إنها مؤمنة مع إيشارتها إلى السماء من جهة تبادر الأزهان الضعيفة إلى الشعر ونحوها من المعبودات السموية فتأمل ذلك فإنه نفيس والحقيقة إن النبي ما قال لهاش أين الله أين الله دي رواية بالمعنى لكن الرواية الحقيقية اللي رواية الإمام مالك في موطقه قال لها من تعبدين قال لها إيه من تعبدين فأشارت إلى السماء يعني أنزهه لأنها كانت لا تحسن النطق لدغة ما بتعرفش تتكلم فأشارت لها قال لها من تعبدين فأشارت إلى السماء يعني إيه ونزهه وأن يكون إيه في الأرض أرادت جهة التنزيل كما أنك تجعل السماء قبلة الدعاء هذه معنى فهمت بها إزاي وبالتالي كل الحد الألها دي وإن النبي سأل عن الأينية وبتاع بناء على رواية بالمعنى وليست رواية حقيقية فالكلام ده كله قبل المناقشة واضح لكن الوهابية عندهم حديث أين الله ده هو عمدة عندهم وعايزين يبقى إيمانهم زي إيمان الجارية التي التي تحسن النطق ثم تخلي إيمانك زي إيمان أبي بكر وعلي بن أبي طالب تألر الجارية غباوة عشان تعرف أنهم إيه من أغبياء المؤمنين فأخذ بالك كمثل الحماري يحمل أسفر ويمكن الحمار كمان يناهق معطريطان لأن الحمار عارف نفسه حمار ما تدعاش إن إيه حاجة غير الحمار إيه لكن هو يبقى حمار ويدعي بقى عالم الحمار حيرفض إزاي تشابيني بيه أنا مو قلتش إن أنا غير حمار صح أو لا؟ في حمار قال إنه هو مش حمار يبقى جهل وجهل بسيط جهل وجهل بسيط ربنا ينجينا من الحمورية ومن حمورية الحمورية بقى أنه يبقى حمار ومش عارف إنه حمار كمان شغلانة تبزل مجود عشان تثبت له محمار وبعد كده تبزل مجود تاني عشان تعلمه وقال لما كان الحق تعالى لا يكون له قط تجل على شخصين بمعنى واحد للتوسع لله يعني شوف أنت مش كل لحظة ربنا يبيتجل علينا بصفة الإمداد للاستمر وجودنا كل تجل تجل جديد كل تجل تجل جديد بل هم في لبس من خلق جديد لأنت في كل لحظة خلق جديد وتجل جديد لكن غفلة البشرية ما بتشعركش بأن ده تجل جديد بتشعرك أنك أنت مستمر في الوجود وده وهم وهم بس أول ما يزول عنك بالموت هتعرف أنك أنت في كل لحظة من موجود عمرك في الدنيا كنت في ترقل دون أن تشعر فهمت؟ كل تجل تجل جديد ليه لأن التكرار علامة الإفلاس والله غني مش مفلس فهمت؟ وقال لما كان الحق تعالى لا يكون له قد تجل على شخصين بمعنى واحد للتوسع الإلهي قلنا بامتناع رسالة نبيين في زمان واحد إلى شخص واحد برسالة واحدة إلا إن نطقى بلسان واحد في آن واحد كموسى عليه السلام وهارون لما قيل له مذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا ولسيما موسى يقول هو أفصح مني لسانا يعني هارون وأطال في ذلك ونقف عند هذا الحد نكمل الأحد القادم إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا